شافوا قدراته يمتلك من القدرات الشيء الكثير ولذلك أسأل كما سأل كل المتالعين هل سيشترك ميمي أساسي مع هذا النادي بورتي مونينسي أتوقع لعب أساسي أتوقع يعني حتى لو بالبداية يجوز فترات بسيطة الآن يأخذ وضع لأنه تعرف يحتاج إلى وقت إلى أن يتأقلم مو بالشيء السهل يحتاج إلى وقت يدخل بالأجواء الاحتراف بأوروبا لاعب جاي من أجواء وبيئة عربية من العراق بعدين فترة قصيرة في قطر يحتاج لوقت راح يأخذ وضع الطبيعي عوامل نجاح كابتن موجودة العوامل نجاح عد ميمي أتحدث بأوروبا طبعا موجودة عوامل ما هي العوامل التي سيراهن عليها ميمي لينجح في الدورة لبرتوغان مهند أشياء المحتاجة بسيطة لو متدرب عليها من هو صغير اللاعب كان يصير إلى مستقبل باهر جدا على مستوى أوروبا لو متدرب على الأشياء تكنيكية أشياء تخص التكنيك استلام الصحيح أن يكون محطة في عمق الهجوم أن يصرف تحت الضغط أشياء كان المفروض يتدرب عليها لو متدرب عليها بشكل صحيح لا يمتلك من القدرات الشيء الكثير قلت لك قوة سرعة الجرأة عملية الضغط هداف يعني شويت مكانات هذه المواصفات تنجح في الدور البرتغالي من خلال متابعتك؟ تنجح لأنه شوف عامل القوة موجود وعامل السرعة موجود نادي الدحيل هو خسر مهند المانزوكيتش مو أفضل من مهند بهذا العمر وهذا العطاء شاهدت ثلاث مباراة يعني لاعب سلبي أيضا ما أضاف شيء مهند مهند الزين السؤال لكما كيف ننصح مهند علي ميمي؟